بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعِم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن التفكك الأسري ظاهرة خطيرة في مجتمعاتنا ذكرنا قبل ذلك في حلقة سابقة من أسباب هذا التفكك الأسري عدم صبر الزوجين على بعضهم البعض ثم عدم استشعار المسؤولية هذه المسؤولية التي بها يشعر الزوجان أنهما مسؤولان عن تربية أولادهما تربية سليمة عن هذا النشأ مسؤولان عن هذه الأسرة لتكون أسرة تعيش باستقامة وثبات لتكون أسرة صالحة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة وأنه مسؤول عن رعيته ذكر الزوجة وأنها مسؤولة عن رعيتها حتى ذكر الخادم فيا سبحان الله حين يقول مولانا سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون إن لم نسأل عن أسرنا إن لم نسأل عن أولادنا فعن من نسأل فعن أي شيء نحاسب يقول ربنا سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون سنسأل أمام الله سبحانه وتعالى ثم أيضا من أسباب التفكك الأسري وحالات الطلاق العديدة المنتشرة في المجتمع تدخل الأهلين أو الأهل تدخلا مفسدا في معظم الحالات ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها كان من الممكن أن يقول الله سبحانه وتعالى وفدا من أهله ووفدا من أهلها إنما يختار الله سبحانه وتعالى لفظ الحكم الذي فيه معنى الحكمة فيه معنى العقل فيه معنى التصرف الحسن ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب فيا أيها الزوج ويا أيتها الزوجة إن هذا الميثاق وإن هذا العقد الذي تعيشان به عقدا وميثاقا غليظا ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لك أيها الزوج خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم أيها الزوجة قال لك إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي أبوابها شاءت ما هذا الثواب ما هذا الجزاء العظيم إنه لإنسان عرف قيمة الأسرة إنه لمرأة وزوجة علمت تماما قيمة الأسرة قيمة زوجها قيمة أولادها وهناك سترى الخير سيرى مجتمعاتنا وسترى مجتمعاتنا الخير كله إن الشيطان كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يبعث جنوده فيأتي واحد فيقول فعلت كذا وكذا فيقول لا لست أنت ويأتي الآخر يقول ما زلت بالرجل حتى سرقا ما زلت بالرجل حتى فعل كذا وكذا فيقول له لا لست أنت حتى يأتي أحد جنوده فيقول ما زلت بالرجل حتى فرقت بينه وبين زوجه فيقول أنت أنت أو نعم أنت إن الشيطان يرضى بالتحريش بين الناس يرضى بالتفريق لا يحب أبدا أن يعيش الناس في أمان وسلام وحب فلنحافظ على أسرنا فلنحافظ على أولادنا فلنحافظ على قيمنا ومجتمعاتنا فنحن مشاركون في عمارة الأرض ونحن نثاب ونجازى بهذه النية بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نستشعر المسؤولية التي وُكِلت إلينا بإذنه جل في علاه والسلام عليكم ورحمة الله